اشتركوا في القناة لكل هالتحديات ولكل هالطروحات اللي اليوم هي على بساط البحث وعلى بساط إعادة القراءة لهذا التريش لهوية لبنان لأي لبنان نريد بعد مئة سنة اليوم بيشرفني وبسدني أني كون عم بستضيف بهذه الفقرة الاستاذ فادي أبي علام وهو رئيس حركة السلام الدائم ومنصق عام تجمع وحدتنا خلاصنا صباح الخير فادي صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا بديك وشكرا لك لما نحكي حركة سلام دايم في حركة وفي لغة ننشيدها هي لغة السلام بس لما نحكي بسلام دايم في أسس في مقومات لهذا السلام الدائم ويمكن هيدا أكتر ما نحتاج لأله اليوم باللي عم نعيشه من بعد 46 سنة فبعد 46 سنة من الحرب كيف نعود لنقرأ خليني أقول 13 نسان 2021 واحدة وعشرين شوف أستاذ روي السلام هو سعي الإنسان منذ أن كان عوجه هزا الأرض كل الأطر اللي عملها الإنسان من بعد ما وعي على جماعة وعي على جماعة كانت هالأطر من أجل حمايته والسلام بالنسبة لأله كان حمايته وتوفير لأله كل الموارد اللي بتخليه يعيش بدون خوفه ما يكون خايف بدون تهديد يعني يكون أيضا موضوع تحرر من الحاجة أساسة تيكمل بحياته إجت الأطر أكيد وإجت الحروب ألاف الحروب يعني الحروب بنوا أمر جديد أسباب وأسباب إنما هناك حرب شو الحرب بالنهاية تعارض مصالح تعارض حاجات مخاوف متبادلة خطاب كرهية لغة عنف وسلاح هو العدي طب أولى السلام كمان إلو عدي منه مجرد وقف الحرب بلش السلام ما أنا هيك في القصة أبدا مثل ما متشوف نحن في بنية تحتية لأي مشروع وحتى لدولة السلام إلو البنية التحتية طبعا نحن فتنا بالحرب بالعام 75 كان فيما قبل يعني هي 75 بالتأكيد ما كانت وليدة لحظة طبعا كان في مؤشرات ومؤشرات من هون نحن بنشتغل اليوم هلأ بحكي شو طبيعة العمل يلي بنشتغله فيش اسمه وقاية من النزاع غير إنك تحلل المشكلة الوقاية بتشتغل على المؤشرات كي لا تحصل هل هناك كان عمل كافي على مؤشرات اللي كانت موجودة قبل الـ 75 كي لا تحصل نا هلأ نحن حصلت هالحرب خلينا أخذينا والله فترة زمنية وهي ما كانت حرب وحدة يعني هون نحن بتعمقنا لفهمنا الحرب لحتى تعالج بعدين من الزاوية المجتمعية وزاوية عدة حروب نعم قدرنا نحصي حوالي 27 حرب يعني حرب مثلا اللي كانت بالأسواق شي حرب الجبل شي حرب المخيمات شي حرب اللي حصلت بطرابلو الشي عم تشوف في حروب كانت وانا بياخد أبسطة أبسط هالقضايا بنحكي عن بوسط عين الرمانة صح ب13 نيسان هل كان الفلسطيني على طاولة الحل بالعام 89-90 بالطائف ما كان موجود يعني بتشوف هون نعم تغيرت يعني وقت عم بحكي عن حروب يعني عم بحكي عن قضايا مسألة الخلافية اختلفة قضايا مختلفة يعني الحرب اللي حصلت هون بالمناطق الشرقية ما هيك بين الشيش والقوات وغيره هاي بكمان كانت حرب ما هيك الموضوع بيبقى مختلف اتنين المكان مختلف طبعا تلاتي الأطراف مختلفين عم شوف اللغة واحدة هو نجوء إلى العنف نجوء إلى العنف المسلع تحدي يعني العدة وحدة لكل هال اي يعني هون في شي مشترك اختلفت المطرح ما كان اختلف المتقاتلين اختلفوا معي الموضوع المختلفين عليه مش هو زيته يعني الخلاف كان هون مش على هوية لبنان يعني كان أول القضايا الهوية شو الهوية اللبنانية وبالأصل كان في عندك ناس عم تطالب إصلاح كان عندك خطين خليني أقول واتنين عندهم مشروعية مش إنه واحد محقت تاني لا كان في مجموعة دعاني من الغب ياخي أنا كاتوليكي لماذا بحق لأعمل رئي جمهورية شو في عنا مواطنين درجة أولة ودرجة تانية مثلا كان في نظرة من الناس بتقول النظام القائم هو مجحف بحق الكثير من المواطنين لبنان نظام وطائف يعب يعمل درجة أولة ودرجة تانية بالمواطنية هذا شيء لا يجوز لكن عندي مجموعة كانت شعرة بالغبن طيب عندي مجموعة تاني كانت شعرة بالخوف وتنيلون عنوين مشروعة أنا خايف خايف في زحف علي في بهديك الوقت كان عندنا يعني لحد كبير ظاهرة عبد الناصر بالمنطقة العربية بش عب قيمة بس عب واقعيا عم بحكي في مجموعة خايفة كانت عب تعتبر الهوية العربية العروبة هي مقدمة للأسلمة كان خايف على هويته الثقافية وبالتالي هناك حقوق للجماعات أن تمتلك هويتها بس لا يعني إلغاء هوية الوطن ككل على الإطلاق فبالتالي كنا قدام مشروعين قدام خطين في لغة مشتركة بين حروب حصلت بالداخل هو العنف المسلح نعم حبيت أكتر شي ممكن هيك الوقاية من هذا العنف ومن الحرب وإلى ما همين اليوم الصحة عم تشهد يمكن تداعيات كبيرة وخطاب عم يرجع يشبه هيك يعيدنا الذكرى إلى مقبل 75 وما بعرف شو بعد فيه عدة بس ولكن اليوم كيف يمكن أنه فعلا نكون ما عم منحضر لشي جديد شبيه بال75 مع أنه المؤشرات تشير كلها لها التوجه مع كل هال المظاهر اللي عم نشوفها هال المسارات اللي كل فئة عم بتطالب فيها نظام جديد تقسيم إلى ما هنالك كل هالمشاريع اليوم اللي مطروحة شوف غياب الحوار بشرع كل ياللي عم بتقوله بأي معنى أي خطاب عاقل بهالبلد شو ما كان هالخطاب العاقل الخلفية يلي عم يطلقه إن كان من الزاوية الدينية ولا من الزاوية الاجتماعية ولا من الزاوية السياسية شو بيضمن الحوار والعيش المشترك شعر بس بديشوفه بالمضمون بالحوار منه قصة تعنحل المشكلة هلأ نتحاور عبر الحوار ما نلجأ للعنف والضرب غياب الحوار بالأصل هو مؤشر لوجود النزاع هيدا بلد مطلوب الحوار الدائم فيه الدائم ما بتقدر توقف لغة الحوار فيه بين مين ومين بين كل الناس أي مكون بيشعر حاله إنه هو مكون وعنده شيء يقوله تفضل على صحة الحوار على منبر الحوار ما عنا بديل لأنه وقت اللي نحن ما عم نحكي مع بعض شو عم نعمل بقوله البقاء جفا عم نخلق جدرون أنت عمضعت مشروعية للطرف التاني طي يروح مطرح آخر مين يسمع له بده داخل أسرة لحظة من اللحظات بتشوف حدا خرج عن منظومة الأسرة تبطلع أنت هالخروج أي مطة حصل وقت بطل فيه حوار بالداخل بطل فيه اسمعلك وتسمعلي لشو بدي اسمع لهمومك لوجعك لحاجاتك بس يمكن التجربة اللبنانية بتقول أنه الحوار شيء وضروري ومهم ولكن بالواقع على أرض الواقع هناك شيء آخر مختلف يعني هاي دي المقاربة بين الحوار على الطاولة ونكون كلنا قاعدين عم نصغي عم نعطي هواشسنا بس ببعد العملين هي تختلف لأنه في عدم توازن للقوة خلينا نقول على أرض الواقع أنا ليش بدي أكون عندي حوارات مع بين مكونات من الدولة وخارج الدولة ليه بيكون عندي هيدا الشيء لأنه اللي كنت عبقوله قبل شوي حوار الداخلي غائب بالحوار أبني علاقة أبني علاقة ونظم علاقة أطور علاقة أحمي علاقة لحظة لما بتحكي معي شرعت لي إني أحكي ما غيرك مهم كتير هيدا أنت أنت بالداخل هيدا مسئولية متبادلة ما في يقول له يا حبيبي أنت وبين بني لي علاقات خارج البلد أنت شو عملت فيه طب كمان هل أنا بعرف وهيدا بالطائف كان موضوع أساسي تهميش وحرمان المناطق طيب شو تهميش وحرمان المناطق وشو عطو الإنماء المتوازن هيدا عنوان مش عادي كيفيا مش عادي نحن وقت نجي نقول ما هو العنف العنف درجات أول درجة من درجات العنف هو الإهمال تاني درجة الحرمان أنت وقت تهمه لحدا داخل البيت قي أعملت حدا ما عم تسمعه إذا أنا ما سمعت لك شو يعني مش محترمك هيدا أول درجة من درجات العنف نحن كنا عم نبارس أنواع من العنف بين بعضنا البعض ما بنقدر نعملها مش مقبول أنه تنعمل أنت شو عم بتأسس عم بتأسس لرد فعل قد يكون أعنف من هون إجا اللجوء إلى السلاح هلا نحن وقعنا ما في حوار لا بالشكل ولا بالمضبون لا بالشكل ولا بالمضبون يعني نحن مطلوب حوارات ماين الحوارات داخل المؤسسات ما عم بتصير خارج المؤسسات ما عم بتصير وهون بالمضبون هل إحنا حواراتنا عم بتروح على فهم مصالح مخاوف احتياجات قلق الآخر من هون ما عندي شو مصرحة وطنية قبل ما أحكي عن أي نوع من السياسات الخارجية ما السياسة الخارجية شو بكون عندها خطة هالخطة عشو بترتكز على حاجات الناس تعطي مني بوليسي تقدمها طيب هاي الخطة وقت بدأتنا عمل ما فيهاش أولويات فيه أولويات تعطي شو بدأ نحق هل الأولويات متفق عليها بين المكونات اللبنانية لا يكون عندنا أولوية واحدة إذا أنت خوفك من هالمطرح وأنا خوفي من هالمطرح كيف بدأ تمشي هاي صح بدنا نتفق على خوف واحد لحتى نشوف أي سياسة خارجية بتخدمه وأي سياسة داخلية بتخدمه ما بقرر السياسة إذا نحنا مش متفقين بالدقل على همومنا المشتركة استاذ فادي يعني بوجه اختلاف هالوجوهات وبوجه يمكن غياب هذا الحوار وبوجه كل شي عم نعيشه من أزمات حركة السلام الدائم اليوم شو عم تعمل بيها المنحة لبناء السلام الدائم يعني متل اسمها وأيضا لأنتقل أيضا لتجمع وحدتنا خلاصنا وبهالرمزية كمان لتلتعاش نسان اللي أحييتوا ولكن اليوم المجتمع المدني اليوم القوى الثقافية اليوم القوى اللي عم ترجع تعمل قراءة لهالواقع اللي عشناه وعم ترسم إطار للمرحلة الجديدة وبعتقد يعني اليوم هذا التجمع كمان هو بيضم كل هالأفكار وكل هالمشاريع لا يقدر يبلورها بخطة واضحة برؤية واضحة للبنان اللي بتشوفوا بها المنظار اللي هي من الشعب يعني كل هالقوى شو عم ترسموا اليوم بوشكل هاو دي؟ السيد روي أحييقا سوالين كبار بدحاول اختصر قد ما بقدر سوالين كبار حركة السلام بستة وطنين احنا بدينا كان حلمنا شو؟ السلام الدائم بهالبلد متل معين ما شفنا حالنا إلا بعد وقت إنه في صعوبة بشغلنا بالداخل عم نشتغل قد ما بنقدر إنما ما توقعنا في شيء ما حلمنا فيه إنه يكون عندنا إطلالة على المنطقة العربية وعلى العالم هيدا اللي كان خارج الحلم طب عوضنا يعني بقلك فيه إشياء والله حلمنا فيها عملنا شوي شغل فيها بس بنفس الوقت فيه إشياء ما حلمنا فيها كنا كتير فاعلين فيها بتقلي شو؟ بتقول لك بعض الإشياء نحنا اليوم عم نعمل خطة العربية لخزر إشراك الأطفال بالنساء على المسحة باللخة بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطعنا شوف بهذا الموضوع مهم كتير بدنا نعد الخطة ونرسلها وعم نسمع ردود الدول اثنين مع الأموة المتحدة على مدار تسع سنوات اشتغلنا معهم لمعاهدة تجارة الأسلحة بالوقت القانون باللبنان بعده من التسعة وخمسين صادر مرسوم اشتراعي غير معدل بشكل جوهري وين صار العالم؟ طيب على المستويات الدولية نحنا تركنا بصمات إيجابية ببناء السلام بتقلي شو هيدا بقلك إنه هيدا الشغل شو ارتباطه ممكن لأنه بيقدروا أفضل شو ارتباطه؟ طيب يخي بيصير حرب بلا سلاح وعتكون السلاح تحت السيطرة ما نقال مشكلة باللبنان بس هذا الموضوع مش صحيح المنطقة العربية كلها فال تحدودها السلاح منتشر بالمنطقة العربية بشكل مخيف المنطقة العربية خمسة بالمئة بتشكل من سكان العالم تستورد ما يقارب الخمسين بالمئة من حجم التجارة العالمية نعم في بشكل كتير كبير وخارج إطار أي منظومة قانونية طيب هون عم نعمل شغل قد ما بنقدر وعلى صعيد محلة على صعيد محلة منشتغل كتير واحد مع مدارس منشتغل منشتغل مع بلديات منشتغل على عنوين محددة من العدالة الانتقالية وهون أكثر من مرة يمكن مستضيفين كمان عم نشتغل مع طلاب منشتغل مع جمعيات مع أحزاب مع مدارس مع جامعات دون توقف من ناحية شو بتقول لي شو بتشتغلوا خير منطلع كتب منطلع دلائل تدريب منطلع دراسات قانونية منعمل حملات رفع وعي منعمل تشميك منعمل بناء قدرات تدريب بناء قدرات شوف تعملوا بناء قدرات بلك على التقنيات السلمية لحل النزاع فيما لو نشاء على خيارات اللاعنف كوسيلة نضالية على الحد ووضع السلاح تحت السيطرة قدر المستضاع على كل المستويات تكت هيدا شغل بحركة السلام بدون توقف خلينا نروع على وحدتنا وخلاصنا هي تجمع من جمعيات ما يقارب الأربعين مؤسسة جمعيات تعمل على الحفاظ على السلم الأهلي منغطي كل المناطق اللبنية كل الطوائف وكل الاتجاهات السياسية يعني نحن منتشرف بعضوية مؤسسات الإمام الصدر معنا وعضوية المقاصد جمعيات المقاصد الخيرية الإسلامية معنا متشرف عم بعطي أنا رموز بالعمل المدني والعمل الإنساني والعمل حقوقي والتشبيك اليوم يعني من إضافة لأكيد مؤسسة عامل وغيرهم هي مجموعة يعني هني هني العنوان للطمأنين الاجتماعية إلى حد كبير وهون مصار المجتمع المدني بشكل عام مش بس الجمعيات يلي عنوانها سلام عم بتشتغل للسلام مش صحيح كل الجمعيات يلي بتشتغل حقوق إنسانية سلام كل الجمعيات يلي بتشتغل دعم لأفراد والأسر الأكثر حاجة هيدا كله مقومات للسلام اليوم ما فينا اقتصاد أو تربية فمن هون في هالكم حوالي الأربية الجمعية على شونة تقاطى على أي عنوان الحفاظ على السلم الأهلي السلم الأهلي طيب نحن هون كنا سوا بآخر نشاط على النصب مهي ها حنشوف الصور سوا كمان بركي يعني بس ايه أكيد يمكنهم عم نحكي عنهم يعني هالنصب اللي ما كتير يمكن هيك مننتبه له نعم هيدا النصب الحقيقة نعمل مع نهاية الحرب الأهلية بعد العام التسعين مع نحات فرنسي اسمه أرمان كانت الفكرة جدا مبدعة وخلاقة وما إلى متيل ليه هيدا مدفن طيب كل العالم تعرف أنه الإنسان من الطراب وإلى الطراب يعود تحت الأرض طيب هيدا مدفن اللي عم نشوفه كذلك قبل شوي عملاق أكتر ما يقارب من خمسين متر علو ببنى طويل طويل عريض فيه شو عدة الحرب عدة الحرب يلي بين بعضنا كلبنانيين قرر النحات أرمان أنه يدفنها إنه ما مش تحت الأرض تبقى شاهد العيان تبقى الناس تتعلم منها لتطبع هاي لعدي مش مفترض بقى نستخدمها مرة تاني هاي دمرت إنساننا ودمرت بلدنا روحت مئة وخمسين ألف قتيل روحت سبعين ألف معوق حرب روحت سبع تعشر ألف مفقودين روحت خمسمائة ألف مهاجر روحت سبعمائة ألف مهجر روحت المئة مليار وروحت الاقتصاد الحالي يلي هو من جراء تلك الخرب نعم هون شي شو عم بيقول هيدا المشهد هيدا المدفن يجب أن يبقى شاهد العيان هوا العدي اللي استخدمتون بين بعضكم أنتو يا لبنانيين من الحرام أن نعيد استخدامهم في أي ظرف من الظروف بين بعضنا هيدا هيدا نصب هيدا نصب هيدا نصب محطوط قديش شو فيه عظمي هالنصب هيدا ما وضع على مدخل وزارة الدفاع مدخل وزارة الدفاع الوطني حيث يجب أن تكون وما نمقصرين أبدا يعني كل التحية وكل الحب للجيش اللبناني ولكن يكون مقصد أكتر فوق الدبابة يلي بتتحرك مش فوق الدبابة المكفونة هيدا نصب أنا كنت بتخيل ولو موجود بأي قرية نائية على أي حدود كان مقصود أكتر كان تحول إلى مزار عالمي وهيدا ما ننسى أنه تحته كمان في مطحف للسلام كمان كيف القرارات محطوطين يلي تم استيعاب فيهم الميليشيات هيدا كل وقت بالدولة لبناء الدولة عارة بناء الدولة يمكن أداء استفادي بدنا علامات دايما حسية تترجع تذكرنا بهذا الماضي الأليم لحتى لي نتذكر وما تنعاد لحتى لي فعلا نطع شوف بجملة وحدة هون بقول من الشجاعة أنت تذكر ومن الجبانة أن تكرد فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم ومنصق تجمع وحدتنا خلاص أنا أبدأ أشكرك اليوم على هالإضاءة على هذا الحوار على هالمقاربة اللي بترجع بتذكرنا بأهمية حفظ السلم الأهلي وحفظها الوطن لأبنائه ولمشاريع أبناء هذا الوطن أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دايما اللقاء مثل ما تعودنا ألف شكر لألك شكرا لألك أعزينا المشاهدين لليوم التلاتة بمختلف الفقرات مع ضيوفنا اللي اللي نحن وياهن كنا عم نتشارك بكل هالمواضيع أنا بشكركم وبودعكم وإلى اللقاء دايما على الموعد من التنين إلى الجمعة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر